وجه رئيس عبدالفتاح السيسي التهنية إلى رئيس وزراء المملكة المتحدة كيرستارمر وذلك بمناسبة حصول حزب العمال على الأغلبية في الانتخابات وتكليفه بتولي رئاسة الحكومة البريطانية وعلى صفحته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي أعرب الرئيس السيسي عن تمنياته لكيرستارمر بالتوفيق والنجاح مؤكدا تطلعه لاستمرار التعاون بين البلدين ما يعكس العلاقات الوثيقة التي تربط البلدين والشعبين الصديقين وكذا العمل المشترك بين مصر والمملكة المتحدة لتحقيق التنمية والاستقرار على المستويين الدولي والإقليمي